عيض من أنوار وعطاء من رب وهبات سحب سخاء تنطر تروي قلبا أثقل بالآهات فرص تأتي كفما درقم وتعرض للنفحات أيها فانهل منها لتغنم أي أيام معدودات بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نحن نحن عيدا بشكل صفيحي هنا تقريرين يصل في أجل العشر فلوس وقد شعرت جميعي هذا من الحجة لأيام عشر الأوائل العشر الأوائل ستعرض العشر الأوائل وهذا سنقرض رب سبحانه وإنها تقرير أن توقفة شيئة وأحنا عن الإعجارة سننا نذكر قبل العلماء كلنا نكني بللي ذي الأيام العشر الأوائل قال الله سبحانه وتعالى والفجر وليالي عشر إذن بإجمع العلماء قالوا بأن هذه الأيام الليالي العشر هي أيام ذي الحجة كلنا نربي سبحانه ويذكرون الله في أيام المعلومات ذي المعنى الآية 2 مما الله سبحانه وتعالى عليهم بالأنعام منبهمة الأنعام وينفقون من هذه الأنعام إذن الله سبق ربي سبحانه ودي تسر ذي قسم هذي قال سلحاجة حشما يلاك لا تسم قران تسعة زاليس ايو نشتاقي اكونا دوو السيغ ادوو السيغي مانيو باللي وساناقي ذيس يوم عرافة يوم تسعة ذي الحجة وهو يوم يوم المغفرة والذنوب ومغفرة الذنوب ومن بعد ذيس وسن وسعشر ذي الحجة ذيس أسن ينزلوا مقارس يوم النحر والسنة هي ذلك سنربي سبحانه وذلك باقتداء بسنة نبينا الخالي الإبراهيم عليه السلام حيث ما كنيت زران باللي فداد في دربي سبحانه اسميك ولكن ترقي ثنينس بالليك أديز له اسماعيل عليه السلام وهي في كيست دربي مثل صدق الرؤية في كيست إزيم رقم قرحان بشكني جزاء على ما قدم إبراهيم عليه السلام وثانيا الحوائي جنيا لندغني هي هكو ندو نوصي بشكني أنكثر وسنقي سيل سي التهليل لتكبير الصيام نصع نوزوم وسنقي للعشر الأيام هذون ويوم العاشر الأيام إن شاء الله صفح ونفترارا حشمي لا نزلا أن تشي تحسي قسومني هكو ندو الصيق في الثقارة بشكني أنخدم أنتقرب ربي سبحانه وسو سنقي العالي سطاعت العبادات للحج وقدموك زمران وثناثنا دي الحج نوكني أنوزوم بالمقابل بشكني ربي سبحانه وسوك وقالنا واعطيكم الصحة هذه فرشة ربيد قسنا غير كل أكلمان لله ثاني بيرتن وين وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عيض من أنوار وعطاء من رب وهبات سحب سخاء تنطر تروي قلبا أثقل بالآهات فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات هيا فانهل منها لتغنم أي أيام معدودات هي فرص تأتيك فبادر قم وتعرض للنفحات هيا فانهل منها لتغنم هي أيام معدودات قم وتقرب أدري